السلام عليكم مشاهدين تتجه وزارة التربية والتعليم الجزائرية إلى الإعلان عن تمديد عطلة الربيع بشكل رسمي إلى ما بعد عيد الفطر حيث كشفت الشرق نيوز أنه ناشد مفتشون ورؤساء مؤسسات تربوية في الأطوار التعليمية الثلاثة القائمين على وزارة التربية الوطنية بضرورة إدخال تصحيحات على تاريخ عطلة الربيع قبل الخروج إليها على اعتبار أن العودة إلى المدارس لاستئناف الدراسة ستكون يومين قبل عيد الفطر المبارك وبالتالي فمن المحتمل جدا أن يواجه مدير المؤسسات التعليمية أقساما فارغة من دون تلاميذ ولا أساتذة كما أفادت مصادر الشرق أنه عقب قيام مفتشين ورؤساء مؤسسات تعليمية بإعادة مراجعة رزنامة العطل المدرسية بعنوان السنة الدراسية الجارية 2023-2024 وقفوا على وجود خلل في تاريخ العودة من العطلة الربيعية حيث تبين لهم بأن استئناف الدروس سيكون بتاريخ السابع أبريل المقبل أي يومين قبل حلول موعد في عيد الفطر المبارك هذا الوضع سيدفع بالتلاميذ والأساتذة على حد سواء خاصة فئة المستفيدين من التوظيف الوطني أي بمعنى الذين تم تعينهم خارج ولاياتهم الأصلية إلى التغيب يومي ثمانية وتسعة أبريل وتأجيل بذلك استئنافهم للدراسة عبر مؤسساتهم التربوية وذلك إلى غاية تاريخ 14 منه أي بعد انقضاء فترة الاحتفال بالعيد والذي تم تمديده إلى ثلاثة أيام بقرار الرئاسي من رئيس الجمهوري عبد المجيد تبون ولفت ذات المصدر انتباه مصالح وزارة التربية الوطنية المختصة إلى أنه من المتوقع جدا أن يواجه مدير المؤسسات التربوية للأطوار التعليمية الثلاثة قاعة تدريس فارغة على عرشها من دون تلاميذ ولا أساتذة ولا إداريين خاصة مع تزامن تاريخ العودة للدراسة مع عطلة نهاية الأسبوع أيضا في انتظار الإعلان الرسمي من طرف وزارة التربية الوطنية من أجل التمديد رسميا ترجمة نانسي قنقر